المشاريع والخطط التطويرية للبلديات تنشط في موسم الشتاء ذلك من أجل أن تكون البناء التحتية قادرة وقابلة لاستقبال موسم الشتاء بالخير القادم من السماء بلدية بيت فوريك قامت في بعض العمليات من عمليات تأهيل وشق الطرق ولا سيمة في جبل مناع في هذا الصباح نصلت الضوء على بلدية بيت فوريك وإنجازاتها في مجال شق الطرق وتعبيدها وأيضا التحديات اللبتي تواجهها بسبب الاستيطان القريب والمحاصر لها وضيفي في الأستوديو الحج عارف حنيني وهو رئيس بلدية بيت فوريك أهلا وسهلا فيك سعد صباحات أنا وسهلا صباح الخير لكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات وكل الشكر والتقدير لفضائية النجاح للاستضافتنا في هذا الاستوديو من أجل التوضيح ونكل الصورة عن بيت فوريك هذا واجبنا وأحنا دوما نسعد في نقل رسالة وصوت المواطن الفلسطيني اللسيما لما نحكي عن المناطق المحاصرة أو المناطق التي تعاني من سطوة الاستيطان فاليوم بلدية بيت فوريك واحدة من البلديات والقرى التي تعاني من وطأة الاستيطان فخلينا في البداية معك حج عارف نجمل الوضع الحالي لبلدية بيت فوريك شوف بلدية بيت فوريك أو بلدة بيت فوريك تبعد من الشرق من مدينة نابس ما يقارب ستة كيلو متر تعداد سكانها ما يقارب وصل إلى خمسة عشر ألف نسمة بلدية بيت فوريك أنشأت بقرار من الشهيد الرمز ياسر عفات في العام ستة وتسعين يعني مضع عليها ما يقارب من عشرين عام في البداية كان عبارة عن تمثيل للعائلات تشكلت بلدية بيت فوريك ومن ثم كان هناك انتخابات في العام 2004 ومن ثم في عام 2012 وإحنا أنا بالنسبة لي كرئيس بلدية كنت عضو مجلس في الانتخابات 2004 ومن ثم في 2012 رئيس بلدية منتخب من قبل المواطنين شوف بالنسبة لبلدية بيت فوريك يعني حقيقة يعني قطعت شوط كبير من الإنجازات يعني أنا كثير أسمع من بعض المواطنين أو الناس أنه بيت فوريك اهتمت بالشوارع بالجزء الأكبر من إنجازاتها إلا أنه يعني مش بس بلدية بيت فوريك كافة البلديات هو أصلا عملها هو خدماتنا المواطنين نعم ممكن أهم خدمة وجود وتوفير الشارع بالضبط يعني هو الشارع إحنا كان هدفنا من الأساس لأنه أنت بتعرفي أنه سباك يعني ما بين المواطن الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي على الأرض فإحنا كبيت فوريك محاطة من ثلاث مستوطنات يعني مستوطنة إثمار ما بلع كسم كبير من الأراضي من الجهة الغربية الجنوبية ومستوطنة مخوراء إلى الجهة الشرقية من بيت فوريك يعني مستعمرة مخوراء ما يقارب 15 ألف دلم اللي استولوا عليهم المساحة الإجمالية لبيت فوريك تقريبا ما يقارب 37 ألف دلم المشروع الهيكلي من ضمن صلاحتي البلدية تقريبا 4600 دلم يعني نسبة حوالي 11% من المساحة الإجمالية للأراضي فخلينا نقول لما نعمل عمليات شقة طرق وتأهيلها وترميمها فإحنا نكون عم نمارس نوع من أنواع الصمود الفلسطيني بأنه إحنا بدنا نوصل لهاي المناطق بدنا نوسع امتدادنا السكاني لحتى نحاول نعمل إعادة توازن لكفة الميزان بالتواجد الفلسطيني أو الأراضي اللي عم بتصادرها المستوطنات نعم صحيح يعني إحنا أكتر كان تركيزنا اللي على المناطق اللي هي مسمى بي يعني وفي منها جزء كبير من خارج المشروع الهيكلي ومحاذي للمناطق اللي هي مسمى سي فكان كل تركيزنا على هذه الأماكن وتم شق شارع الأساسي والمهم جدا بتوسعة المباني السكانية اللي هو عبر بيت فوريك طول وما يقارب ستة كيلو متر إلى الجهة الجنوبية من بيت فوريك وهذا حقيقة كان تحدي ما بيننا وبين جيش الاحتلال وصادروا مرتين البواقر والمعدات اللي كانت تعمل إلا أنه وصلنا العمل ليل نهار لغاية ما أنه شكينا هذا الشارع ومضى عليها الآن تكريبا حوالي سنتين تكريبا حوالي 23 رخصة بناء تم بنائها على هذا الشارع وأصبح المواطن سهل جدا أنه يوصل لأراضي اللي من 20 عام ما كدر يوصل لها ما كدر يوصل لها هلا الحمد لله رب العالمين وصلنا لهم خدمات مع العلم أنه بعض الرخص منها صدرت من الحكم المحلي يعني خارج المشروع اليكلي إلا أنه أي مواطن موجود في بيت فوريك حتى لو كانت في مناطق سي مناطق سي عندنا استعداد أن نوصله الخدمات وإنما أنه زي ما وكل الكفالة من الله سبحانه وتعالى يعني ممكن تتعرض للهدم بأي لحظة بس إحنا برضو واجبنا إحنا نوصله الطرق والماء والكهرباء هذي أهم شيء وفي عندنا كان تركيزنا أكثر إيشي اللي هي على المناطق المستهدفة خربطانة خربطانة يعني تعرضت للهدم بجوز أكثر من 13 مرة وإحنا للبلدية يعني كنا متابعين ليلة نهار وحقيقة يعني الناس برضو مصرع على باقة بأرضها فإحنا اضطرينا أن أهلهم الشوارع ونساعدهم في كل شيء فداخل البلد عندنا إحنا من ضمن المشروع اليه يعني شكرنا ما يقارب 35 كيلو يعني لما تيجي تحكي هذا في بلدية بيت فوريك شكت 35 كيلو طرق وتم سفلتت بالزبط 21 كيلو في خلال الأربع سنوات الماضية يعني إشي مش سهب إشي تحدي أول طبعا فالمناطق اللي هي إحنا أكثر إشي بنركز عليه إلا المناطق اللي هي مصنفة C و B يعني إحنا بنحاول أنه كدر للمستطاع أنه نوصل الخدمات لهذه المناطق مشان نقدر أنه نخلي المواطن يظلوا متبسك في أرضه من بزراعتها بفلاحتها في البناء يعني إحنا هلا بنشك في الشارع اللي هو شارع في جبل مناع يعني طوله ما يقارب تقريبا حوالي كيلو ومئة متر يعني هذا جميعها هذه يعني بدك تقول لي سبعين في المئة من توين هذه الشارع من البلدية يعني إحنا البلدية لما إحنا استلمناها في 2012 و12 كانت موازنة 6 مليون و700 الآن 15 مليون ونص يعني الحمد لله رب العالمين عندنا برضو المواطنين متجاوبين حتى بشك الطرق اللي هي خارج المشروع اللي هي المواطن الفريقي كان متجاوب جدا يعني أنت لما بتحكي عن 35 كيلو تم شكها وزالة التعديات اللي عليها يعني ممكن حالة أو حالتين اللي هي اللي احنا تعرضنا لها وكانت يعني سطحية يعني مش هالمشكلة اللي صار في عراق أو مع مواطن أو شيء يعني كانت عبارة عن احتجاجات بسيطة ممكن على أشجار الزيتون ممكن على بعض مباني كانت عملت في لكن أعتقد هو بتم مراعاة أنه عدم قطع الأشجار من أجل الزيتون طبعا طبعا إحنا ولا مواطن زلنا له صور أو بركس أو أي بناء إلا إحنا تم بناءه على نفكة البلدية ولا مواطن يعني صحيح ممكن والمواطن تعز على شجرة الزيتون بس برضو بدي وصل أرضو يعني صحيح هنا شجرة مباركة صحيح بس في النهاية لابد من شك الشارع اليوم يعني بلدية بيت فوريك أو بلدة بيت فوريك على إيش بتعتمد في الأساس في مصدر دخلها للمواطنين اللي موجودين فيها شوف إحنا بالنسبة إنا كبيت فوريك يعني حقيقة أن المواطن عنده ارتزام كامل بالماء والكهرباء والرخص والحرف والمهن يعني لا يوجد يعني ما حد يعني ممكن يكون يعني الناس اللي بتسعهم كلك مبالغ فيه إحنا ما يوصل لحد الآن عندنا ممكن مئة ألف شيكل ديون في كامل بيت فوريك خمسة عشر ألف نسمة لأن الناس عندها انتماء وبتسدد أول بأول يعني الماء الكهرباء الرخص الحرف المهن لا يوجد أي مواطن متخلف عن الدفع وجميع هذه الأمور إحنا شابكين على شحن الكهرباء يعني مش إحنا بنا نستبد المواطن لا إحنا كل شيكل بيدفع المواطن في الحياة إحنا بنجز له منه يعني أنا جميع المشاريع اللي بنجز فيها يعني أنا هلأ بشتغل في مستودعات للبلدية خاصة كمية تقريبا حوالي مليون ومئة ألف هذا من تموين ذاتي من البلدية الشوارع اللي تم شكها من صندوق البلديات ومن صندوق الإسلامي مساهمتنا وصلت إلى أربعين في المية من نفكة البلدية خاصة من عائداتها يعني المواطن يعني صحيح هو ملتزم وإله حقوق وعليه واجبات بس هو الواجبات اللي قائم فيها عشان هيك هو يعني بأخذ حقوقه كاملة ولا مواطن الآن أخذنا منه شكل واحد كمساعدة أو كمساهمة في أي شارع أو أي بناء حصل داخل البلد يعني ما بنأخذ لا عوائد تنظيمية ولا مساهمة يعني على سبيل المثال والبلدية متكفلة بهذا الموضوع متكفلة هذا الموضوع وفي عندك حتى بعض مواضنين يعني أنا ممكن أن رخصت وصلت ألفين شكل أنا الشارع كلفني أكثر من عشرين ألف شكل بس ما أجي أكاري أن المواطن هذا أنا أخذت منه عيدات ألفين شكل أو ثلاث تلاف وشارعوا كلفني أنا مجبر بس نقدر نقول أن المواطن إذن في بلد بيت فوريك متعاون متعاون جدا لأبعد الحدود الحمد لله رب العالمين البلدية مش عم بتأثر وعم تعمل وترتقي في تقديم الخدمات للمواطنين ما نشوف إحنا بالنسبة يعني كثير ناس من المواطن الثاني بيحزدون على بيت فوريك يعني حتى في الأيام هذه في المخافضات الجوية يعني طاكم البلدية لن يقف حتى ولا ساعة واحدة يعني ممكن ثلاث أربع خطوط تليفونات فنيني الكهرباء فنيني المياه حتى أنا مباشرة تليفوني مفتوح 24 ساعة يعني الحمد لله رب العالمين وضعنا في البلد معدات عندنا برضو لا يستهان فيها يعني عندنا معدات عندنا رافعة كهرباء يعني ممكن في بلديات الكبرى مش موجودة عندنا بواقر عندنا سيارات حركة وبعدين يعني البلدية مكتملة يعني في عندنا تكريبا حوالي ما يقرب 33 موظف كسم خدمة جمهور كسم المساحة كسم الكهرباء كسم المياه كسم البيئة أو الصحة كامل متكامل يعني الحمد لله رب العالمين وضعنا كثير ممتاز وإحنا سعيدين بسماع هذا الشيح حاج عارف ومنتمنى لكم دوما التوفيق في تقديم الخدمات للمواطن نتمنى تكون بلدية أو بلدة بيت فوريك هي نموذج للبلدات الأخرى والقرى الأخرى في الصمود والتحدي والتطور في تقديم الخدمات ومنتشكر وجودك معنا في هذا الصباح شكرا لإلك شكرا لكم برضو إحنا بعيدة بكرر شكرا لكم برضو لاستضافتونا في الستوديو ونكل برضو صورة كويسة عن بيت فوريك ونتمنى لكم التوفيق وإلى لك آخر إن شاء الله إن شاء الله تعالى هذا بيسعدنا شكرا لإلك شكرا لإلك مشاهدين لما منكمل معكم في المبادرات وفي الطاقات المختلفة ومنحكي هالمرة عن شابة أيضا عندها المبادرات المختلفة وعندها الطاقة الإيجابية ناشطة في مجال العدالة ناشطة دولية تحمل الجنسية الأمريكية ولكن تجوب الدول لتنشر معاني السلام والعدالة ظهرت جامعة النجاح الوطنية ورافقتها زميلتنا زينان مصري في هذا التقرير دعونا نتابع سويا ترجمة نانسي قنقر